واستمراراً لمتابعة هذا الملف الهام جداً وفكرة استحواز شركات إماراتية على بعض الأصول للدولة المصرية أصول بعض الشركات يعني في مصر والبعض بيشوف أنه الخطوة دي مهمة جداً لدعم الاستثمار الإماراتي في مصر عايز أقول لحضراتكم بعض المعلومات السريعة عن حجم التعاون الدولي ما بين مصر والإمارات مصر بتعتبر الشريك الخامس أكبر خامس شريك تجاري عربي في دولة الإمارات في التجارة غير النفطية يعني بعيداً عن منتجات البترول أو التجارة النفطية إحنا نعتبر خامس أكبر شريك لدولة الإمارات بنستحوذ على 7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية ونقدر نقول كمان أنه في المقابل الإمارات بتعد من أكبر المستثمرين في مصر على الصعيد العالمي وبعد الاستحوذات الأخيرة يعني الإمارات كانت في أول أو في أوائل مصاف الدول دايماً للمستثمرة في مصر لكن بعد الاستحوذات الأخيرة نقدر نقول أنه هتعتبر الإمارات هي أكبر دولة مستثمرة في مصر عربياً وأجنبياً بإجمالي استثمارات 17 مليار دولار لوقت قريب كنا بنتكلم بس على أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 15 مليار دولار لكن بعد الاستحوذات الأخيرة هتبلغ 17 مليار دولار وبالتالي هتصبح في المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر وعلشان كده نقدر نقول أنه الاستحوذات الإماراتية تعتبر دفعة لعملية الاستثمار بشكل عام في مصر ونقدر نقول أنها بتحفز الاقتصاد المصري في ضوء طبعاً عدد من الضغوطات الكبيرة اللي بيمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي بعد طبعاً أزمة روسيا وأوكرانيا اللي أدت بعد كده إلى ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه خلينا نتعرف أكتر على انعكاسات هذا الموضوع من خلال الدكتور فخري الفئي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اللي بينضامي لنا عبر الهاتف مساء الخيرة دكتور فخري أهلا بحضرتك عايز في البداية أسألك دكتور عن قراءتك للاستحوازات الإماراتية اللي حصلت مؤخراً على عدد من الأصول المصرية واللي هيبلغ بيها حجم الاستثمار الإماراتي في مصر 17 مليار دولار طبعاً يعني أن الاستحواز أمر طبيعي جداً خاصة أن هي دولة عربية ودولة شقيقة وده استثمارات ضخمة في مصر وإذا كانت هناك استحوازات بالتنب في هذه الحالة وده استثمار مباشر للشقيقة العربية الإمارات وهي شأنها شأن استثمار الأجنب المباشر فأنا بنقول في هذه الحالة الظل يعني الحاجة إلى مزيد من النقل الأجنب في هذه الحالة لا مانا بدلاً من الأجانب المغبيبه يعني هي عملية استحواز يعني خاصة أو معنى مداش خاصة نقول في هذه الحالة أنه بيدخ خصص مرات في شرعيين لقصد المصر بالنقل الأجنبي طبعاً ده مرحب بي وفي الظل يعني الأزمات الموجودة حالياً كورونا وعزمة أوكرانيا ونضر في النقل الأجنبي الحكومة المصرية أخذت طبعاً إجراءات يعني سليمة في الاتجاه الصحف بالفعل إنه البنك المركزي أخذ إجراءه بالاستمرار في تحريف سعر الصار في الجنة المصري ورفع سعر الفائدة عشان يلجم التضخم في حالة الاستمرار في تحريف سعر الصار الحكومة المصرية أو المزارة المالية أخذت إجراءات بحيث يتحسن أوضاع العاملين في الدولة وصحاب المعاشات عشان يعني يقدروا يتحملوا الارتفاع في الأسعار وتخفيفاً عن العبال المعاشية اللي فرضتها الأسعار المرتفعة كمان فيه ضبط في إتاحة وتوفير للسلعة التموينية أو السلعة الأساسية من خلال منافذ البيع السابقة والمتنقلة عايز أسأل حضرتك يا دكتور يعني نضبط الأسعار يعني فإن نضبط عايز أسأل حضرتك يا دكتور إذا سمحت عن إيه المقصود بس عشان نشرح للمشاهد فكرة الاستحواز الناس بتظن أحياناً إنه يعني وكأننا بنبيع حاجات البلد نفسها لحد تاني فلو حضرتك تشرح لنا بشكل مبسط إيه مفهوم الاستحواز يعني؟ مبسط لما يكون يعني عندك حاجة شركة مملوكة أملكية عامة وتأتي يعني شركة أخرى تستحوذ عليها ممكن تقول شركة حكومية إماراتية فتستحوذ على إجمالي رأس من الشركة المصرية فممكن إبقى فيها هذه الحالة لو هو وقتها خاص إماراتي هيستحوذ على الشركة العامة ده اسمها خاص خاصة بالاستحواز يعني إنه يشتري أسهم يستحوذ فيه يستحوذ على استحواز جزئي يعني ممكن يستحوذ على 50% أو 51% من الأسهم عشان يبلو يعني يقدر يتحكم فيه القرار في هذه الحالة عندنا يعني فيه استحواز ما بين القطاع الخاص والقطاع الخاص لما أجد مثلا زي بنكه هو ده نستحوذ عليه بنك آخر عربي ولا أجنبي ده استحواز من الخاص إلى الخاص ده درس نقول عليه خاص خاصة في هذه الحالة فعندنا البنوك عندنا يعني كثير منها تم الاستحواز عليها مثلا من فترات طويلة أو الاستحوازات دي شغالة عموما ممكن بأجنبي وممكن يعني أجنبي أجنبي أو أجنبي أو عربي مثلا طب نعتبره أنه هو من خارج مصر في هذه الحالة فطبعا هذه الاستحوازات أنه هو يعني لما يكون شركة ألف وشركة تانية من خارج مصر به فلما به تستحوز أو تمتلك وتشتري ألف بيبقى عندنا كيان بديد اسمه جيم يعني حاجة جديدة في هذه الحالة دكتور فخري عايزين ننتهي سفرسة أن حضرتك يعني موجود معنا وعايزينك يعني تعلق على الخبر اللي صدر يعني من يعني وقت قليل ومصر بتطلب دعم من سندون نقضة علشان تنفذ برنامج اقتصادي شامل عايزين نعرف من حضرتك سريعا تعليقك على هذا القرار وهل هيكون ليه تأثير على قيمة الجنيه والدولار الفترة الجاية أقولك يعني في تواصل ما بين الحكومة المصرية خاصة البنك المركزي مع صندوق النادي الدولي باستمرار يعني نبقى مش وليدي اليوم لكن عندما قامت مصر باتخاذ إجراءات يعني لمواجهة أزمة التضخم العالمية وتناعيتها على الإقصاد المصري سواء كان البنك المركزي خاذ إجراءاته وعزمة المالية أخذت إجراءات بجهاز المرتبات والمعاشات وغير ذلك من الإجراءات جاء الإجراءات لتوفير السرع إلى آخره كل هذه الإجراءات السندوق بيبصل على أن مصر عملت يعني الإجراءات اللازمة فيما لو قررت نسل أنها تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي بس أنه في هذه الحالة يعني يستجيب لأنه مصر عملت اللي عليها بهانزل الإجراءات الإصلاحية والتكايف مع الأزمة العالمية عشان كده مصر يعني عندها برنامج للإصلاح الإقتراضي والهيكالي يحتاج إلى تمويل طبعا التمويل مهم جدا عشان البنك المالكازي مش عايز هيأثر يا دكتور على قيمة الجنيه بالعكس هذا بالعكس يؤدي لخفض قيمة الدولار في مصر ليه؟ معدى لما يكون الإحتياط التاع عنه يعني البنك المالكازي لن يعني يمس الإحتياطي لواحد أربعين مليار في هذه الحالة عمزي خليزنا هو يعني يلجع للسندوق لأن إحنا عضاء في سندوق النهات الدولي وليه حقوق على سندوق النهات الدولي صحيح وبالتالي التعامل مع سندوق النهات الدولي يعني يتطلب الإجراءات اللي إحنا عملناها دي إحنا عملناها بالفعل صحيح بالتالي ده بيأهل مصر هي عندما تطلب تمويل بسندوق النهات الدولي هيجينك بالإيه بالدولار أو بالنقد الأجنبي يبالنقد الأجنبي مع الاستحراج بتاع الشركات الإماراتية في هذا بالمبلغ 17 مليار دولار بالإضافة التعامل اللي جامس بانك من صندوق النهات الدولي هيجينك بالتعامل مع الحفاظ على الاحتياط إحنا منشكرك ده يوفر الدولار ويؤثر بيخال الدولار كتاجة نحن من خفار نشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفئي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على كل التفاصيل اللي هي علاقة بالوضع الاقتصادي المصري ترجمة نانسي قنقر